موسيقى أرحب بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع هذا البرنامج حديث المسيح وحديث المسيح هذه المرة كان مع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والكتبة وهم يسألونه عن سلطانه خليني يبتلي صديق المشاهد معاك بقراءة النص الكتابي من إنجيل متى أصحاح 21 والآيات من 23 إلى 27 ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم وأنا أيضاً أسألكم كلمة واحدة فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضاً بأي سلطان أفعل هذا؟ معمودية يحنى من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب لأن يحنى عند الجميع مثل نبي فأجابوا يسوع وقالوا لا نعلم فقال لهم هو أيضاً ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا؟ هي واحد من الحوارات الشائكة اللي كانت بين المسيح وبين الكتبة والفريسيين ورؤساء اليهود اللي هم في الغالب بيتحوروا معاه لكي يصطدوه بكلمة كان وقتها يسوع بيعلم في الهيكل وبعدما صنع وطهر الهيكل من الباعة والصيارفة وأظهر يسوع سلطانه بقوة وهو يفعل هذا تقدم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والبشير مرقز في صح 11 أضاف إليهم الكتبة تقدموا معا وهم بيكونوا مجلس السنهدرين المجلس المسؤول عن فحص أي تعليم أو عقيدة أو فكر أو معلم جديد تقدموا اليسوع واسألوه بأي سلطان تفعل هذا؟ من أعطاك هذا السلطان؟ بيكلمه على طرده للباعة والصيارفة من الهيكل والحقيقة في إجابة يسوع على سؤالهم وفي حواره معاهم مداش إجابة مباشرة وأحيانا كان يسوع بيعمل كده في حديثه وحواره مع الناس هذه المرة جاوب هؤلاء الذين يسألونه بأي سلطان تفعل هذا جاوبهم بسؤال وما كانش إجابته بسؤال نوع من الهروب للإجابة على سؤالهم بقدر ما هو بيصير تفكيرهم وبرجعهم إلى أساس علاقتهم بيه ومنطق إيمانهم بيه هذا المنطق بالنسبة لهم غير موجود فاسألهم السؤال عن معمودية يحنى من أين كانت هذه المعمودية من الله أم من الناس وهما المكر اللي كان عندهم وضعوا في هذا السؤال لأنه أي إجابة هيجيب بها يسوع هتضعوا أمامهم في شرك وفي خطأ كبير فلو قال إنه السلطان اللي عنده مستمد من شخصيته هو وليه هذا السلطان في ذاته في الغالب هيحتسبوه مختل العقل يحتسبوه مجنون ويقبضوا عليه بسبب هذا ولو إدعى بحسب نظرهم إنه استمد سلطانه من الله في الحالة دي هيكون مجدف وعندهم إمكانية يحكموا عليه بتهمة التجديف والإدعاء بأنه يستمد سلطانه من الله لكن المسيح يعلم هذا وعارف قصدهم الخبيث من وراء السؤال فسألهم هذا عن معبودية يحنى وعايز يقول لهم الحكم على خدمة المعمدان ليه علاقة بالحكم على سلطاني وهل أنا السلطان ده من عندي أم من الله أم ليس ليه سلطان على الإطلاق زي ما غالبا هم كانوا بيفكرون يمكن الأول وهلة أنا ظن أنه ما فيش علاقة بين الكلام عن سلطان يسوع والكلام عن خدمة يحنى المعمدان لكن الحقيقة فيه علاقة وفيه ارتباط كبير بين الاتنين فإذا إجابتهم على خدمة يحنى إنها كانت من الله أم من الناس إذا قالوا من الله يبه هم اللي وعوا في هذا الشرك لأن يحنى نفسه شهد عن يسوع المسيح وشهد لسلطان المسيح وأعلن إنه هو أعظم مني وأنا لست بمستحق أن أنحني وأحل سيور حزاؤه فإذا جوابوا إنه معمودية يحنى من الله وخدمة يحنى من الله إذا لماذا لم يصدقوا يحنى وهو يشهد عنه لماذا لم يقبلوا شهادة المعمدان وهو يشهد عن يسوع المسيح وإذا قالوا إنه خدمة يحنى المعمدان من الناس هنا وضع نفسهم في شرك آخر لأنه يحنى المعمدان كان عنده شعبية كبيرة وجماهرية عريضة جدا فيضع نفسهم في مشكلة وفي تحدي أمام الناس ربما تصل بيهم إلى حد الرجم من الناس علشان كده بمكر أجابوا يسوع لا نعلم لما سألهم خدمة ومعمودية يحنى المعمدان من الله كانت أم من الناس قالوا لا نعلم فهنا أجابهم يسوع بالقول وأنا أيضا لا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا وأحيانا القارئ العادي بيسأل طيب ليه يسوع ما قال له همش على طول بأي سلطان يفعل هذا خد بالك المبدأ الإلهي إن الله لا يعطي نور جديد إن كان الإنسان لا يطيع الحق الإنسان الغير منفتح لقبول الحق الإلهي الله مش يقدم ليه شيء جديد فهؤلاء الكتب والفرسيين وقادة اليهود وشيوخ اليهود مغلقين أمام الحق اللي بيعلنوا يسوع المسيح فالمسيح في هذا الموقف رفض أن يقدم ليهم إعلان جديد لأنهم مغلقين أمام قبول هذا الحق قال لهم يسوع زي ما سمعنا ولا أنا أيضا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا لكنه أكمل بعد كده وجاوب على سؤالهم إجابة غير مباشرة بمثالين المثال الأول بعد كده في متة واحد وعشرين من آية تمانية وعشرين إلى اتنين وثلاثين قال لهم يسوع ماذا تظنون كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال له يابني اذهب اليوم أعمل في قرني فأجاب وقال ما أريد ولكنه ندم أخيرا ومضى وجاء إلى الثاني وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سيد ولم يمضي فأي الاثنين يسأل المسيح عمل إرادة الأب قال له الأول قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشرين والذواني يسبقونكم إلى ملكوت الله لأن يحنى جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به وأما العشرون والذواني فآمنوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به ده المثال الأول اللي قصد الرب يسوع يقدم بإجابة على سؤال الكتبة والفرسيين وقادة اليهود إيه المقصود بهذا المثال المثال بيتكلم عن الكرم وصاحبه وصاحبه وإبنيه والكرم تشبيه معروف كان كتير في العهد القديم بيتكلم على إنه إسرائيل هي الكرم زي إشعية خمسة ومزمور تمانين وآيات أخرى كثيرة وصاحب الكرم هو الله ولبنين اللي قال عنهم في المثال الأول قال له اذهب اليوم اعمل في كرمي فأجاب وقال ما أريد لكنه ندم ومضى أخيرا هذا النوع الأول يشير إلى العشرين والزواني والخطاط يشير لعامة الناس اللي راحوا ليحنى وأقروا بخطاياهم واعلنوا توبتهم أمام يحنى واعتمدوا أما الجماعة الثانية بيمثلهم الإبن الثاني اللي قال لأبيه لما الأب سألوا صاحب الكرم اذهب اليوم اعمل في كرمي قالها أنا يا سيد ولم يمضي دول الكتبة والفرسيين وقادة اليهود اللي بيمثلهم الإبن الثاني دول الأبرار في أعين أنفسهم دول اللي أدموا توبة شكلية لكن لم يكن لهم توبة حقيقية أمام الله لم يذهبوا ليحنى ليعترفوا بخطاياهم أو يتقدموا طالبين المغفرة من الله علشان كده هؤلاء القادة ارتكبوا خطائين لم يؤمنوا برسالة يوحنى ولم يتوبوا عن خطاياهم اللي بيمثلهم زي ما شفنا في هذا المسأل الأول الإبن الثاني وعلشان كده دول مدانين أمام الله فالرب يسوع عقب في هذا المسأل وقال في آية 32 لأن يحنى جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به وأما العشرون والزواني فآمنوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به رب يسوع لم يكتفي بهذا لكنه أدم مسأل تاني بعد كده علشان يكمل حديثه حول سلطانه المعطى له من السماء بعض الفاصل صديق المشاهد هنتابع مع بعض حديث المسيح والمسأل التاني اللي أدمه للكتبة والفريسيين وقارة اليهود أرحب بك من جديد صديق المشاهد ونحن نتابع حديث المسيح حول سلطان المسيح المعطى له من السماء ده كان سؤال من الكتبة والفريسيين وقارة اليهود والشيوخ سألوا المسيح عن ما عمله في تطهير الهيكل بأي سلطان تفعل هذا وجاوبهم المسيح عن رأيهم في معمودية وخدمة يحن المعمدان وبعد كده قدم ليهم مثل الكرم وابنيه وكانوا هم أشبه بالابن الثاني اللي قال للأب ها أنا بعد سؤال الأب ياب نذهب اليوم اعمل في كرمي كانوا على مثال الابن الثاني اللي قال ها أنا يا سيد ولم يمضي والمسيح أكمل بمثل آخر في متة واحد وعشرين من آية تلاتة وتلاتين إلى ستة واربعين قال الرب يسوع اسمعوا مثلا آخر كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر ولما قرب يوم الإصمار ولما قرب وقت الإصمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أصماره فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا ثم أرسل أيضا عبيد آخرين أكثر من الأولين ففعل بهم كذلك فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث هل أم نقتله ونأخذ ميراسه فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه هذا المثل المعروف مثل الكرم أدموا الرب يسوع لهؤلاء الكتبة والفريسيين وشيوخ اليهود وهو بيتكلم عن سلطانه سلطان المسيح أنه كان عنده سلطان أن يطهر الهيكل أن يطرد الباعة والصيارفة من الهيكل ومرة تاني الكرم كان في لغة العهد القديم بيشير إلى شعب إسرائيل إلا الله اعتنى بيه وإهتم بيه وصنع معه كل ما هو للخير لأجل خيرهم ولأجل أن يكون لهم علاقة حقيقية مع الله وقد يكون النص الوارد في إشعية خمسة والآيات الأولى من إشعية خمسة ممكن تكون خلفية لهذا المثل الثاني اللي أقدمه يسوع لهؤلاء القادة في إشعية خمسة بيقول لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه كان الحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق وبنى فيه برجا بنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا مع سرى فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا وبعدين هناك بيسأل الله والآن يا سكان أوروشاليم ورجال يهوذة احكوموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا إذن الله بيقول لهؤلاء الكرم لهذا الشعب في القديم صنعت من أجلك كل شيء عملت من أجلك كل شيء فماذا صنعت أنت كنت أتوقع أن يكون لكم صمر للتوبة صمر للحياة لكن هذا لم يحدث أرسلت لكم الأنبياء مرة ومرات ومرات عملت ايه بالأنبياء زي ما قال الرب يسوع في المثل قتلوا البعض ورقموا البعض وأخيرا يقول الله اللي هو صاحب الكرم قال أرسل إليهم ابني لعلهم يهبونه وهنا الرب يسوع بيشاور على نفسه على اعتبار أنه هو خاتم المرسلين هو شخص يسوع المرسل من الله اللي بيحمل رسالة قلب الله لهذه الأمة ولكل العالم كان يتوقع أن يكون في تقدير منهم لهذه الإرسالية المجيدة لكن بيقولهم هؤلاء الكرمين ماذا عملوا مع هذا الإبن المبارك ماذا صنعوا في المثل بيقول هذا التعبير قالوا كده آية تسعة وتلاتين فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه أخرجوه خارج الكرم وقتلوه والرب يسوع هنا بيكشف عن أعماق هؤلاء الكتبة والفرسيين وما يدور في أذهنهم تجاه ابن صاحب الكرم الذي هو شخص ربنا يسوع المسيح وعايز يقول لهم أنتوا بتسألوني بأي سلطان أفعل هذا أنا لي السلطان أنا أفعل هذا لكن أنتوا موقفكم مني واضح وأنا أعلم هذا قبلي قتلت الأنبياء رجمت البعض منهم رفضتوهم وفي النهاية ترفضونني أنا اليوم لم يكن يسوع يتكلم بهذا صديق المشاهد عن ضعف لكنه أكمل في حديثه في هذا المثل جانب آخر رائع جدا جدا في آية 42 في متى 21 يكمل قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيننا قصد إيه المسيح من هذا الأمر بيقول هذا الابن ابن صاحب الكرم في نبوات مذكورة عنه ولا سيما في مزمور 118 إنه هو الحجر هو الصخر الآتي والحقيقة دي مش أول ولا آخر مرة في كلمة الله يتكلم فيها عن شخصه وعن الابن المبارك إنه الصخر قالت عنه النبوة أيضا هو الصخر الكامل صنيعه إن جميع سبوله عدل إله أمانة لا جور فيه صديق وعادل هو الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك الكلام ده قاله الرب بفهم موسى في تسنية 32 وآية 4 و18 هناك كان بيتكلم عن الله وموضع أخرى بيتكلم عن الله إنه الصخر والمسيح هنا بينسب هذا الوصف إلى شخصه هو ده الصخر هو ده الحجر الذي رفضه البناءون اللي هم قيادات قيادات الشعب اليهودي اللي أضلوا هذا الشعب قيادات الدينيين لهذا الشعب في ذلك الوقت بيقول عنهم الحجر الذي رفضه البناءون رفضوه قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا أخذوا الابن ابن صاحب الكرم وقالوا هذا هو الوارث هلما نقتله ونأخذ مراسه وده اللي عملوه فعلا بالصليب لكن انتبه الصديقي المشاهد المسيح ليه كل المجد أضاف كلمة مهمة هنا إنه هذا الحجر الذي رفضه البناءون قد صار رأس الزاوية يعني رفض فعلا من قارة اليهود لكن مختار من الله وهو رأس الزاوية وبنقرأ الكلام ده حتى في النبوة قديما في سفر إشاعي أصح تمانية وآية أربعتاشر وخمستاشر يقول عنه ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عصرة لبني إسرائيل وفخا وشركا لسكان أرشالين فيعصر بها كسرون ويسقطون فينكسرون ويعلقون فيلقطون إذن هذا الحجر الذي صار رأس الزاوية هيكون حجر صدمة وصخرة عصرة للذين لا يؤمنون والرسول بولوس أوضح هذا فيما بعد في رسالة رميا أصح تسعة وهو بيكتب أيضا عن هذا الحجر اللي صار حجر صدمة وصخرة عصرة يقول لماذا لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب هأنا أضع في الصهيون حجر صدمة وصخرة عصرة الخلاصة صديق المشاهد إنه يسوع المسيح اللي رفضوه قادة اليهود في بعض الناس آمنوا بيه فكان بالنسبة لهم حجر الزاوية هو قلب البنيان اللي قال عنه بعد كده الرسول بولس في آفاس وستنين مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية لكنه للذين رفضوه اللي هم أمثال هؤلاء الكتبة والفريسيون كان ليهم حجر صدمة وصخرة عصرة بسبب عدم إيمانهم وهل هذا الموقف صديق المشاهد يتكرر النهاردة نعم مزال يسوع وبمحك الإيمان عند بعض الناس حجر الزاوية أساس الحياة أساس بنيان الحياة هنا وفي الأبدية ومزال عند البعض الذين لا يؤمنون به بأنه ابن الله هو بالنسبة لهم حجر صدمة وصخرة عصرة والاختيار لك صديق المشاهد يقول الكتاب يحنى واحد اتناشر وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه وصلي أن تكون من هؤلاء الذين قبلوه وتصبح واحد من أبناء الله من شعب الرب المفديين أستودعك لنعمة القدير في لقاء آخر وحلقة جديدة من برنامج الحديث المسيح إن كان لديك استفسار أو سؤال أو تعليق أرجو أن تكتب إلينا على العنوان الذي أمامك على الشاشة ويسعدني مراسلتك والتواصل بيننا من أجل المنفعة والبنيان والرب معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر